شيع عميئة الفلسطينيين جثمان الشهيد الياس ياسين في بلدة بديا غرب محافظة سلفيت في موكباً ماهيباً هتف المشاركون فيه مناديدين بجرائم الاحتلال ومطالبين بالرد على جرائمه وتمادي المستوطنين رغم شدة برودة الأجواء في مدينة سلفيت المحتلة إلا أن عائلة ياسين لم تشعر بدفء كدفء اليوم وهي تودع جثمان ابنها الشهيد الياس إلى مثواه الأخير الذي سلمه الاحتلال الليلة الماضية بعد أن أمضى 74 يوماً في ثلاجات الموت الاحتلالية شعوري قل الاحتقان الموجود في داخلي من باب أني حصلت على جثمان ابني ولكن بالنهاية حصلت على جثمان لم أصل على ابني ابني قتل غدراً ابني تم قتله بدم بارد وبالتالي لن أسكت عن هذه الجريمة وهي في الكونون الدولي جريمة حرب وسلاحق الاحتلال على أن هذه جريمة حرب الشاب إلياس البالغ من العمر 22 عاماً استشهد برصاص الاحتلال في الخامس عشر من تشرين الأول الماضي بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعم بالقرب من مفترق حارس غرب سلفيد الاحتلال لم يكتفي بجريمة إعدامه بل ألحقها بإجراءات قمعية عقابية كان أصعبها احتجاز جثمانه طوال هذه المدة بدرجة حرارة 25 تحت الصفر هذول مسكنين بالرعب خايفين من الواحد هو ميت هم عندهم الفلسطيني هذا لازم يكون ميت لكن هذا الشهيد في نظرهم لسه مش ميت فخايفين منه القيادة الصهيونية المسكنة بأنها أجرمت وخايفة من الجريمة اللي مارستها مع نهاية هذا العام ومع تسليم الاحتلال لجثمان الشهيد لياس ياسين لا تزال 38 عائلة فلسطينية تحرم من أكثر حقوقهم الإنسانية بمنعهم من وداع أبنائهم أو دفنهم بكرامة واحترام من مدينة سلفيد المحتلة آية الخطيب رؤيا اشتركوا في القناة